هذا وغدر بحفظ الله ورعايته حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة العاصمة الماليزية كوالا لمبور هذا اليوم مختتما زيارة رسمية لماليزيا الشقيقة تلبية لدعوة تلقاها جلالته من صاحب الجلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا أجرى خلالها مباحثات مع جلالة ملك ماليزيا ودولة السيد محمد نجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء تركزت حول سبول تطوير وتنمية العلاقات الثنائية الوطيدة إضافة إلى بحث المسجدات والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كان في مقدمة مودعي جلالة الملك المفدة لدى مغادرته مطار كوالا لمبور الدولي سعادة السيد هشام الدين حسين وزير الدفاع الماليزي رئيس بعثة الشرف وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الماليزية وقد بعث جلالة الملك المفدة برسالة خطية إلى جلالة سلطان محمد الخامس ملك ماليزيا أعرب فيها عن شكره وتقديره لجلالته على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة وحسن الاستقبال وعلى دعوته الكريمة لزيارة ماليزيا مشيدا الملك المفدة بالنتائج المثمرة والطيبة التي حققتها زيارته الناجحة لهذا البلد الشقيق والتي ستوطد العلاقات الثنائية الوثيقة وترتقي بأطر التعاون المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما ويلبي تطلعات شعبيهم الشقيقين متمنيا جلالته لجلالة السلطان محمد الخامس موفور الصحة والسعادة ولماليزيا الشقيقة دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته كما وجه جلالة الملك المفدة دعوة لجلالة ملك ماليزيا لزيارة مملكة البحرين كما بعث جلالة الملك المفدة برسالة خطية إلى دولة السيد محمد نجيب عبد الرازق رئيس الوزراء الماليزي أعرب فيها جلالته عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء الماليزي على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قوبل به جلالته وأعضاء الوفد المرافق مؤكدا جلالته بأن هذه الزيارة ستفتح مجالات أرحب من التعاون الثنائي المشترك مع ماليزيا الشقيقة في مختلف المجالات متمنيا جلالته لدولة السيد محمد نجيب عبد الرازق موفور الصحة والسعادة ولماليزيا الشقيقة المزيد من الرفعة والرخاء كما وجه جلالة الملك المفدة دعوة إلى رئيس الوزراء الماليزي لزيارة مملكة البحرين رافقت صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحل هذا وقد صدر بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة لماليزيا الشقيقة هذا نصه بدعوة كريمة من صاحب الجلالة ملك ماليزيا الخامس عشر السلطان محمد الخامس قام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة بلك مملكة البحرين بزيارة دولة لماليزيا في الفترة من الثلاثين من إبريل إلى الثاني من مايو عام 2017 رافق جلالته خلالها وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وقد حضي جلالته باستقبال رسمي حار بساحة البرلمان بمقر البرلمان في الأول من مايو عام 2017 هذا وقد أقام صاحب الجلالة ملك ماليزيا الخامس عشر السلطان محمد الخامس مادبة على شرف جلالة الملك المفدة بقاعة الولائم بأستانا نيجارا سبقها لقاء بين الجانبين وشملت النقاشات الثنائية الأخرى لجلالة الملك زيارة لمقر القيادة العسكرية واجتماع دولة مع رئيس وزراء ماليزيا دات سير محمد نجيب بنتون عبد الرازق واجتماعات على مستوى الوفود أعقبتها مأدبة عشاء أقامها على شرفه والوفد المرافق له دولة رئيس وزراء ماليزيا أكد الجانبين أثناء الاجتماعات الرسمية متانة العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المتعددة بينهما والعلاقة الوثيقة بين الشعبين الصديقين هذا وقد جرت مباحثات شاملة لكافة المجالات في جو من المودة والإخاء حيث تبادل الجانبان الرؤى والأفكار بشكل مثمر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأتات الزيارة لتؤكد الأهمية التي توليها مملكة البحرين لتوثيق العلاقات الثنائية بين البلدين لما يمثله ذلك من فرصة طيبة لمواصلة توسيع وتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات ثالثا أكد الجانبان على ضرورة توثيق وتوطيد مجالات التعاون الثنائي ودفع بها إلى أعلى المستويات وأكدا في هذا الصدد تطلعهما المشترك للمزيد من التعاون في كافة المجالات كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك حيث تطرقت المباحثات للموضوعات السياسية والدفاعية والاقتصادية والطيران بالإضافة إلى المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز السلام والاستقرار والازدهار رابعا أعرب الجانبان عن ارتياحهما بما تم من تبادل منتظم للزيارات الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين خلال السنوات الأخيرة حيث اكتسبت العلاقات الثنائية زخما جديدا بعد الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين إلى ماليزيا في مارس عام 2013 وزيارة العمل لسعادة وزير الخارجي الماليزي داتو سيري حنيفة أمان إلى البحرين في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أغسطس عام 2014 للحصول على دعم لماليزيا لترشوحها لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي كما رحب الجانبان بنتائج الزيارة الأخيرة لسعادة وزير الدفاع الماليزي داتو سيري هشام الدين تون حسين إلى البحرين في الثاني والرابع من إبريل عام 2017 خامسا أكد الجانبان على أهمية استمرار المشاورات الثنائية عبر القنوات الرسمية المتاحة حاليا ورحبا بتكوين اللجنة البحرينية الماليزية العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين والتي تعتبر بمثابة مظلة يتم في إطارها التعاون الثنائي بين البلدين سادسا أكد الجانبان على ضرورة تنمية وتقوية علاقات التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين الصديقين كما تقرر تبادل المعلومات والتقييمات الاستخباراتية وأفضل الممارسات وعرب الطرفان عن نبذ الإرهاب بكافة أشكاله وصوره مؤكدين رغبتهما في تعزيز التعاون لمحاربة الإرهاب على المستويين الثنائي والدولي تحت مظلة الأمم المتحدة كما اتفق البلدان على التعاون في مجابهة تهديدات العناصر المتشددة ليس على المستوى العسكري فحسب بل أيضا فكريا سابعا اتفقت ماليزيا والبحرين على مواصلة تعزيز علاقاتهم الدفاعية ووقعت على مذكرة تفاهم ترمز إلى هذه الرغبة التي سيعمل الطرفان من خلالها على واحد مواصلة استكشاف التعاون العسكري العسكري الذي يشمل على سبيل المثال للحصر تدريب وتمارين وتبادل الأفراد العسكريين بين القوات المسلحة الماليزية وقوة دفاع البحرين ثانيا تكثيف التعاون في مجال تبادل المعلومات والاستخبارات بشأن الشبكات الإرهابية والعمل معا لتبادل الخبرات بشأن التعامل مع ظاهرة التطرف المتزايدة ثامنا أدان الزعيمان الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره واتفق الجانبان على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي عرق أو دين وعرب كلا البلدين عن الدور الهام الذي يطلع به الآخر في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيا تاسعا بالنظر إلى الإمكانيات الاقتصادية للبلدين اتفق الجانبان على توثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين المستثمرين لكل البلدين من خلال الاستفادة من مكانة البحرين كبوابة للخريج وكمركز للصيرفة الإسلامية وكذلك الاستفادة من إمكانية ماليزيا التي تقع في قلب المجموعة الاقتصادية للأسيان التي تأسست في عام 2015 كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز وتعميق العلاقات التجارية والتعاون الاستثماري بين البلدين واستكشاف الفرص في ضوء رؤية مملكة البحرين 2030 عاشرا أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي والأسيان وتنشيط التعاون بينهما واستكشاف إمكانية تنظيم الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي والأسيان خلال عام 2017 أحد عشر رحب الجانب الماليزي مع التقدير بقرار مملكة البحرين بفتح سفارة لها في ماليزيا ثاني عشر أعرب الزعيمان عن ارتياحهما لزيادة تدفق السياح بهدف زيادة التحركات السياحية بين البلدين وفي هذا السياق اتفق الجانبان على اتخاذ التدابير اللازمة لعفاء رعاية كل بلد من متطلبات تأشيرة الدخول في البلد الآخر ثالث عشر أعرب الزعيمان عن أهمية الاعتدال كنهج لتعزيز الحوار والاحترام المتبادل والتفاهم والتسامح لمواجهة جميع أشكال العنف المتطرف وفي هذا الصدد أعرب الجانب الماليزي عن رغبته في تشجيع التعاون بين مملكة البحرين والحركة العالمية لمؤسسة المعتدلين GMMF رابع عشر أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجال البيئة والطاقة المتجددة والنفط والغاز والتجارة والاستثمار الأسيما في مجال المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم وحماية المستهلك وتنمية المناطق الصناعية خمس عشر خلال الزيارة تم التوقيع على خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل ما يلي أولا اتفاقية في مجال الخدمات الجوية ثانيا مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي والتبادلات ثالثا مذكرة تفاهم حول المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتعاون الصناعي رابعا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال بين الشركة القابضة للنفط والغاز الذراع الاستثماري للهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة بيتروناس الماليزية خامسا مذكرة تفاهم للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا سادس عشر أشار الزعيمان إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم هذه ستوفر إطارا لزيادة تعزيز التعاون بين البلدين في ميادينها سابع عشر شكر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين صاحب الجلالة ملك ماليزيا الخامس عشر السلطان محمد الخامس على الحفاوة وكرم الضيافة التي حظي بها جلالته وأعضاء الوفد المرافق ووجه الدعوة إلى صاحب الجلالة ملك ماليزيا الخامس عشر السلطان محمد الخامس ودولة رئيس وزراء ماليزيا السيد داتو سيري محمد نجيب بن تون عبد الرازق لزيارة البحرين في وقت يراه الطرفان مناسبا وقوبلت الدعوة بكل ترحاب وتقدير